صباح وإهلا وسهلا على الكنال، اليوم صار فيني أتحدث معكم أخيراً عن التليفون اللي صار له معي أنا تقريباً جمعتين بالمكتب هون عم بيحكي أنا على الوان بلس ايت برو، هذا التليفون أجدد شيء نازم منه لوان بلس بـ 2020 مش بس بسبب المميزات اللي فيها، لأنه عم بيحطونا فيه سرعة أكتر بكتير من كل الشغلات اللي شايفين من قبله وغير هكي، هالتليفون أخيراً صار عنده وائرلس شارجين ومش بس هكي، عنده كمان وائرلس شارجين حتى نشعر التليفون الثاني يلا أنا طارق، خلينا نشوف كل المميزات الحلوة بالتليفون جديد من وان بلس، الوان بلس 8 Pro عملوا لايك وسجنوا على الكنال حتى دائماً تعرفوا لما نزلكون فيديوهات جديدة هذا هو التليفون من وان بلس، الوان بلس 8 Pro، لدينا أربع كاميريات موجودين وراء، لدينا الكاميرا الكالورفيرتو هوني ثلاثة كاميريات زيادة جنبها والدول تون LED فلاش، صار عنده وائرلس شارجين مثل ما نشوف به هالتليفون هيدا، الوحيد الوائرلس شارجين، الوائرلس شارجين الوائرلس شارجين، لذا نتحدث عنه من الفيديو الثاني، إذا كنت نشوفه، نزله كماناً على الكنال على أمام الضرر للطاقل، لتعرف الوائرلس شارجين، لدينا الكاميرا الميكروفون موجود لفوق، على أمام الضررر والأنتانا بانز وضع السماعات، الـ USB-C والـ SIM card هنا، نضع فيها 2 SIM card ويعمل على 5G وضع ما يأتي في ألوة العلبة، بألوة يأتينا الوائرلس منهم للون بلاس، رسالة يأتي منه للبيتلاو، يقولون أنه يأهل فينا كل ما نشتري في تليفون منهم، وأنه يبدأ من 6 سنوات من قبل معلومة زيادة، وغير هكذا الـ starting guide هنا، يسميه الـ quick start guide موجود داخل يأتينا غطاء عليه للتليفون C-through، نستطيع أن نضعه على التليفون، ونرى كلمة الـ never settle موجودة عليه كماناً، حلوة كثيراً هذا C-through تأتي بكل بعلبة، غير هكذا، لدينا الـ USB-C للـ USB-A charger الذي يأتي بعلبة العلبة، والشارجير الأصل الذي نتعود عليه من السن الماضي، Warp Charge 30T الآن، هذا يمكن أن يشارج التليفون طبعاً، في السن الماضي كان يشارج التليفون الـ OnePlus 7 Pro تقريباً متقبل الساعة ودقيقتين وشوي ولكن الآن البطارية على الـ OnePlus 8 Pro كبرت بـ 500 ميلي أمبير، لذلك لدينا 4500 ميلي أمبير، إن شاء الله نستطيع أن نشارجها في نفس الوقت أيضاً بهذه الشارجير الجديد منهم، وغير هكذا، أريد أن أقوم بعمل مقارنة لكم في فيديو آخر، أريد أن نشارج التليفون بالـ wireless charger هنا، 30W charger منه الـ OnePlus وبعمل مقارنة مع Warp Charge 30T، نرى أي أحد فيه سيكون أسرع، هل هذه سيؤدي سريعة بشكل أن تستطيع أن تساعدنا أن نشارج التليفون بسرعة؟ أما يجب أن نستعمل الشارجير الذي يأتي في قلب العلبة، ويجب أن نشتري أحداً منه لما يأتي بالتليفون، يلا، دعنا نرى ما يأتي بقلب العلبة هنا الشارجير شكله كثير مني، سيبيعه تقريباً بـ 70 دولار في أمريكا، لا أعرف إذا سينزلوا في الدول الثاني، الشارجير لديه ضوء من تحت LED، لديه كرسة يستطيع أن نضع التليفون عليه، وفتحه هنا إلى التهوية، من وراء أيضاً لديه فتحة كبيرة، يظهر الهواء عندما يبدأ أن نشارجه للتليفون، لأنه شغل وحيدة وون بلس أقلتها لما لم ينزلوا الـ wireless charging على التليفناتهم من زمان، لأنه لم يستطيع أن يشارجوا التليفون wirelessly، ويجعل الحرار لديه التليفون تحت 100 درجة فارنهايت، يعني معناته لا تكون الحرارة كثيراً عالية، حتى الضاين البطاريية مدى طويلة، الشارجير لا يعمل إلا مع الـ Breeze، لا سنغيره، إذا أجبته، يجب أن تستعملوا مع الـ Breeze لديه، الآن لا يعطينا 30 وات شارجير إلا على 8 برو، إذا استعملوا التليفون ثاني يستعمل wireless charging G charging، سيشارجه عادة، ولكن لا يشارج بـ 30 وات، أريدنا نعرف هذه الشغلة، هذا معمول خصوصياً للـ OnePlus 8 Pro، وكما مثل ما رأينا هنا، هذه البمبر كيس هذه الكيسة تأتي منهم، يسميها Carbon Bumper Case، يمكننا أن أضعها على التليفون، شكلها كثيراً جداً، كما نرى الكبسة من هنا، الـ Power button، الكامل عليها أيضاً، ولكن رفع صغيرة حتى تحمل الكاميريات من وراء، لدينا كل الفتحات موجودة على التليفون، وكل شيء منيح، لا تنسوا أن هذه ستكون كثيراً نحيفة، مع بطاعت كثيراً سمك على التليفون، هذه يسميها Bumper Case، ما يسميها Carbon Fiber طبعاً، والكيس الثاني الذي أعطينا هنا، يسميها Sandstone Bumper Case، هذه مثل الساندستون من قبل التغطية لـ One Plus، ولكن غيروا لونه، وهذا يسمينا سيان، وهذا يكون كما ترونها، تقريباً أخضر على أزرق قليلاً، حلوة كثيراً، وتمشي مصبوطاً على التليفون، السماكة لديها أيضاً، وتعطينا كثيراً سمك على التليفون، وكل الفتحات موجودة حلوة، ولكن كما ترون، اللون جديد مع اللوغو لـ One Plus موجود، حلو كثيراً، إذا تجلبوها مع التليفون، يصبح لكم ثلاث أخطية، الواحد الـ Citro في قلب العلبة، والثنين الذين يأتي مع هذه الأشياء الأشياء التي ستطلعون مع التليفون ونعزلوا، لما نبدأ لأن نتحدث عن الشكل بهذا التليفون، كما نلاحظ أنه سيكون قليلاً نحيف وطويل للتليفون، إذا نريد أن نقارنع في السن الماضي لـ One Plus 7 Pro، كما نرى أن الألوان صارت نفس شيء، ولكن تفتحوه قليلاً على الشمال، لدينا كاميرات أربعة هنا موجودين وراء مع الـ Color Filter، على اليمين لدينا الثلاث كاميرات، ولدينا ويوجود لدينا فيها ثلاث كاميرات، وهناك بطاريات بطارية كمية 4500 ملي أمبير البطارية الأيام ٤٠٠ مع نوائرلس تارجر بالون بلس 7 برو الآن إذا نظر فيه نظر إنه واحد نحيف قليلا وأطول هذا يسميه الاسبكتريشي والحجمه بيكون ١٩.٨ لأنه هيك بيكون طويل قليلا والشاشة ٦.٧ إنش الشاشة الموجودة هنا تنين تون QHD ولكن هذا يكون على ٩٠ هرتز وعلى شمال الون بلس 8 برو سيكون على ١٠ هرتز شغلة جديدة ويشتغل رغم أن نستعمل الـ QHD مثل ما هنا يمكننا نعمل الـ QHD مع ٩٠ هرتز لا أكد أنكم هنا كما نرى المقارنة بين هاته التليفونين وإنهاتهم هذا الون بلس 8 و الون بلس 8 برو الآن الون بلس 8 إذا كما نرى الحجم طبعه يكون ٢٠٩ يكون ألحف شوية منه للون بلس 8 برو ولكن يظلوا أصغر شوية لأن الشاشة الموجودة على اليمين ٦.55 على الشمال ٦.٨.٨.٨.٨.٧. هذا سيكون ١٠٠ هرتز وهذا سيكون ١٠٠ هرتز مثل ما نرى الحجم جميل الثانياتهم سيكون لديهم عدة ألوان على الون بلس 8 برو سيكون لدينا الألتراميرين بلو الذي نرى هنا يوجد الأسود يسمى الأونيكس بلاك ويوجد لدينا أيضا اللون الأخضر منهم الأسعار سيكون مختلفة بالدول كما تريدونها ولكن في أمريكا سيبيعونهم على الويب ساعتهم للون بلس والويب ساعتهم للأمازون بسبب الون بلس 8 برو سيكون ٨٩٩ دولار و ٩٩٩ دولار و ٩٩٩ دولار إذا سيأخذوا ٨ جيجابايت ١٢٨ ستوريج إما سيأخذوا ١٢ جيجابايت و ٢٥٥ ستوريج على الويب ساعتهم للون بلس 8 سيكون ٦٩٩ دولار و ٧٩٩ دولار و ٧٩٩ دولار في أمريكا كمان نفس الشي ٨٩ و ٢٢٢ و ٢٢٥ فيكم كمان تعرفون أن اثنانتهم عندهم الـ 5G لأنه يستعملوا السناب دراجون ٨٩ و ٥٥ مع الـ X55 مودم هذين يعملون يعملون على السب سكس هندرد في أمريكا على قليلة ثلاثة ربيعون إلا إذا اشترأتوا التليفون الخصوصي الـ One Plus 8 اللي سنبيع بأمريكا على الـ T-Mobile والـ T-Mobile و الـ Verizon الـ Verizon طبعا هون يقدر يجيبوا عليه مليمتر ويكون عندهم يأتي تغريب من عندهم إذا تشتروا من أي محل تاني بس يعمل على الـ سب سكس هندرد 5G من التليفونات اللي بتشتغل مع الـ Qualcomm سناب دراجون 865 هذا هو الـ One Plus 8 Pro الـ UI اللي موجود هون الموجود عليه اندرويد عشرة وموجود عليه الـ Oxygen OS نسحب من عشمال لدينا الـ Google Feed على اليمين نحط تطبيقات زيادة نسحب كل شيء طالع نازل وكله هذا ماشي على الـ 120 هرتز على الـ QHD معناته نستعمل فوق الـ 1080p للشاشة وبرضه نقدر نستعمل الشاشة بالـ 120 هرتز بنزل الـ Dark Theme مسميينه Dark Theme 2.0 منهم لـ One Plus لأنه يمكن أن نزله هذا يصبح التطبيقات الثانية يصبح لونه أسود زيادة كمان بها الـ Thames الجديد اللي نزلين من عندهم في عنا الـ Mobile Data كل الـ Toggles الموجودين عنا عنا الـ Night Mode موجودة هون Reading Mode Hot Spot عنا الـ Reverse Wireless Charging معناته فينا نشرح تليفون تاني بيستعمل Qi Charger منه لهذا التليفون وفينا نستعمله بيشارجه على قوة ثلاثة وات إذا نستعمل هالتليفون لها تليفون تاني إذا بدنا نشرح مع الشارجور اللي إجاء منه لـ One Plus يتشرح بـ 30 وات ويمشي بسرعة بيمشي بسرعة كتير وعنا غير هكي عنا الـ Zen Mode موجودة Screen Recorder نقدر نستجل الصوت والصورة منه للتليفون الـ OTG والـ Screencast كله هيدا موجودة حلو حلو كتير وأنا ممشي هون بأميركا على T-Mobile على 5G التليفون اللي معي أنا ما بيمشي على الـ Verizon مليميرا ويف بدكم تعرفوا على الشغل إذا عايشين بأميركا ولا ببلد بيستعملوا المليميرا ويف لازم يجيبوا التليفون خصوصي من الشركة لأنه عندهم راديو زياء غير ومضبطينه زيادة بقلبه هونيكا يمشي معهن لأنه هالتليفون معمول بس للـ Sub 600 لدينا كل الشغلات العادية المستعملة لدينا الـ Wi-Fi لدينا اثنين سيم كارت بقلبه لهالتليفون تحت الـ Display نضبط كم شغلة غير والشغلة بنا نضبطها لأنه ندور التليفون على الـ QHD لديكم مشروع أما على الـ Full HD على الـ 2376 لديكم تطلعوا الـ 3168 بالـ 1440 هذا الـ 1440 الـ QHD غير هكي يمكننا المشي لدينا أيضا لدينا الـ 60Hz لدينا الـ 120 بسبب البطارية كبيرة لدينا أرجع بسرعة كثيرا لا أضيع الوقت لدينا أستعمل الـ 120 مع الـ QHD ويمكننا أيضا نضبط هنا إذا أريد أن نضبط الكاميرا من فوق على الشمال أو نخليها مثل عادة أنا أريدها لأنهم نرى أن الخط يذهب إلى فوق وتظلها موجودة جنب الشمال لدينا لدينا الشاشة ولكن هناك شيئين يعملون هنا حتى يصيروا الفيديو ويمشي جميلة أول واحدة مسمينا الـ Vibrant Color Effect هذه تدوروها ويصير الألوان أحلى كثيرا على التليفون وغير هكي يستعملون الـ Motion Graphic Smoothing عندما تدوروها لـ 120 Hz إذا عم تلعبوا فيديو من الفيديو على Prime على YouTube على Netflix وعم تلعبوا الفيديو حتى أنهم سجلون منه هو يتمشون وتظبطكم الصور ستكون كثير كثير منيحة وسمود من غير ما تصير فيها مشاكل كثيرة كل هذا يمكنكم تضبطوا كمان الـ Night Mode الـ Reading Mode الـ Ambient Display ما عنا Always On Display بدلنا الـ Ambient و Default Scaling وعندكم الـ Status Bars بدكم تطفووا أي شغلة من فوق تحت الصوت والـ Vibrations يمكننا أن نضبط Dolby Atmos حتى نقدر نسمع على الموسيقى يمكنكم تضبروها على الـ Dynamic على الموفي وعلى الموسيقى وفيكم تمشوا على هذا بأما السماعة مع الـ Stereo الموجودين من فوق يمكنكم التواصل سماعة بقلبها حتى البلوتوث يمشي معهم مع هؤلاء الـ Wireless Bullets Z التي أعلنوا عنهم بالنفس الوقت معه لهذا التليفون غير هيك الـ Vibrations Motor الموجود عليه لهذا التليفون أقوى كثير من اللي شفناه السنة الماضية إذا كنتم مبسوطين بالـ OnePlus 7 Pro والـ OnePlus 7T Pro الـ OnePlus 8 سيمشي مزبوط الـ OnePlus 8 Pro هون سيمشي كثير كثير منيح في عنا كمان تثبيت وكثير من الألوان وكل شيء بقلبها للتليفون مثل ما شاهدناه من قبل في عنا البطن والـ Gestures مثل ما عم نشوف هنا نعمل هيك بنفتح ونعمل الـ Gestures كل هذو اللي موجودين بقلبها للتليفون إذا بنا نحكي مزبوط عن المعلومات اللي موجودة عليه لهذا التليفون تحت الـ Utilities في عنا كم شغلة جديدة الـ Quick Launch بتخلينا نقدر نستعمل إصبعنا لما نعمل Unlocking للتليفون هيك بنقبس ونضلنا ماسكين الزر لتتعاملوا الأوبسيونات إذا ما ندورها هون هلا بدورها بخلينا نفرجيكم نطف التليفون برجع تدوره بظلنا ماسك التليفون صار فين يزيد عدة شغلات هون كشورتكتس بيعملو هون لنقدر نستعملهم مع التليفون هذي شغلة منيحة بتحبوها بيكون ندور راحت الـ Utilities الـ Parallel Apps بتخلينا نستعمل تطبيق تان نفس التطبيق بتطبيق تان مثلا إنه يكون عن اثنين Discord اثنين Facebook وتكون تستعملوا لتزبطوا على التليفون غير هيك في عنا schedule on and off App Locker مثل الأبل الـ OnePlus Switch لتنقلوا معنماتكم من التليفون القديم الجديد الـ OnePlus Laboratory عندهم كم شغلة نعرفها من قبل لدينا DC Dimming Hyper Motion Smoothing بتضبط الصورة اللي تمشي منيحة للتليفون لما نكون عم نستعمل الـ QHD اخر شيء Enable Dark Tone Mode هذه بتقدر تجبر تطبيقات إنه تصير عليها Dark Mode إذا ما عندها Dark Mode بأبة وتنشي مضبوط مع Dark Theme 2 موجودة هي تحت الـ OnePlus Laboratory تحت الـ Utilities وإخر شيء فينا نعمل Quick Reply بالLenscape لما نقارن هذا التليفون بالموديل اللي كان عنية من قبل مثل ما قلت لكم لدينا كاميرتين موجودين على 48 ميجابيكسل مع 8 ميجابيكسل ستكون الـ Telephoto Lens اخر شيء لدينا هذا الـ Color Filter اللي موجود هنا لفوق الشمال تقدر تعطينا عدة فلترات بالكاميرا 120 Fluid AMOLED Display على 6.78 وهون على اليمين لدينا 90 هرتز على 6.67 لذا أكبر منه بأنه أنحف قليلاً وأطول قليلاً بينيطن عنده الـ Oxygen OS ولكن هذا موجود عليه Oxygen OS 10.5.2 على Android 10 والموديل اسمه IN 2025 وهذا الموديل ما يشي على الـ OnePlus على الـ Android 10 ولكن الموديل هذا GM 1917 كل الشالة الحلوة على الـ OnePlus 8 Pro لما نبدأ نتحدث بالكاميرا لدينا عدة طريقة لنستعملها على الكاميرا أول شيء عندنا الفوتو وعنا الفيديو وعنا الـ Portrait Mode الـ Night Scape لنقدر الصور بالليل الـ Pro Mode والـ Time Lapse والـ Panorama والـ Slow Motion لما نرى على الكاميرا هنا موجودة الكاميرتين الكاميرا الواسعة هنا ستكون 48 ميجابيكسل مثلها ستكون الكاميرا الأساسية والـ 8 ميجابيكسل ستعطينا هذه الـ 3 فوتو الموجودة عليها الكاميرا موجودة هنا يمكننا أن نأخذ صور عادة يما تكون الصور عادة على 12 ميجابيكسل يستعملوا والـ Pixels مع بعض لا يستطيع أن أعطونا صور أصغر ستأخذ الصور أكثر بأسرع يما هيك يمكننا أن نقلب على 48 تأخذ الفل سمسور هذه تأخذ الصورة بقوة السمسور كامل عليه لها التليفون يما بالواسعة يما بالعادة لأنه 2 ناتون 48 ميجابيكسل يمكننا أن نقلب فيديو أيضا هنا نقلب من هنا فيديو يمكننا أن نقلب على 4K 30 فريمس برسكن نحن نمشى فيه على الكاميرا الموجودة من وراء فقط نفت على التليفون المكسيم من أن نقلب التسجيل على التليفون يمكننا أن نقلب 4K سنة 60 فريمس برسكن يما 4K عادة 60 فريمس برسكن يمكننا أن نقلب نفس الشيء 30 على 4K يما على 1080p 30 أما 60 أخر يمكننا أن نقلب سلو موشن 720p 720p 840 و 240 240 على 1080p سوف نقلب صور وسوف أفراجيكم بعض المصاطم منه أخرى لدينا البورترات كما فرجتكم من قبل وعننا البرومود دعني أفراجيكم كم مصطرة من الكاميريات والإدمانية سوف ترى كيف القوة الصوت والصورة من هذا التليفون عندما نتحدث عن الكامير الأساسي الموجودة للتليفون نلاحظ أن لا نستطيع أن نقلب أكثر من 1080p 30 فريمس برسكن الآن كما ترى هناك شمس وضو تغير الطاقة والألوان وكل هذه سوف نرى مظبوط كيف سيكون الفيديو منه هناك صفير بعضهم موجودين مثل ما كنا نتحدث من قبل وضعهم هنا كما كان هناك دوارة صغيرة على الكاميرا حتى نعرف وين نتطلع بالشاشة عندما نتخلص سوف نفرج للناس الذين يتفرجوا على الفيديو أن نتطلع فيهم بدلاًا نتطلع على حالنا كيف الصوت والصورة بعضهم بعضهم لا أعرف أمبولانس أو هكذا سوف تسمعوا كل شيء وإذا أعجبكم هذا الخاصة من صوت الصورة منه الآن قلبنا على الكاميرا الموجودة على التليفون ودورت عليها لا يستعمل OIS و EIS نستعمل السنسور الذي يجعلنا نقوم بالفيديو على التليفون جديد منه لا يوجد تليفونيات الآن لا يوجد تليفونيات في السوق يعطينا ثلاثة 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 ينزلونها إلى 10TP دعوني أخبركم بالصوت والصورة أما الصوت أعلم هناك الكثير على الصفير يحب أن يخرج الثاني يجب أن نعرف أن الكاميرا الأساسية يمكننا أن نستعملها لأن نسجل على 4K 60fps يسمونها هذا الذي يتوسع الشاشة يجعلنا أن نستعمل الشاشة كاملة بما تكون 4x3 كما نرى عادة هذا الموض يجب أن نستعملها لا يوجد 8K ولكن في المستقبل نستطيع أن نرى وكما نرى هنا كان هناك صفورة كما رأيت الصوت والصورة يجنونه خاصة هذه الكاميرا دعنا نقوم لكم مصر أيضا أن نسمع الصوت السماعات الجديدة نلعب الآن نسمى أليكس كريندو جامبو وهذا ما عليها كابيرات بي على اليوتيوب دعنا نبدأ أليكس كريندو جامبو كما رأيت هنا إشارة تعمل السماعات حتى أن عندما نلعب فيديوهات من يوتيوب عندما نستعمل على الـ QHD 128 الصور تظهر منيحة وكالسماعات يستعملونها في قلب السيستيم كما تصمعته الصوت كثير كثير منيح وليس مثله الشيء الثاني نتحدث عنه أيضا أننا نلعب ألعاب على هذا التليفون لأنه لدينا 12 كيكوبايت DDR5 الرام الموجودين و128 256 UFS 3 موجود عليه الحلاوة خاصة إذا نفتحها هنا فأتفرجيكم السرعة هارد ريف تعيته للتليفون هذي الهيستري مثل ما ترى ونقرأ على 1745 1745 751 وعندما نقرأ معاملاتنا نرجع بعيدها مثل ما ترى 5000 488 كثير كثير سريعة وليس مثلها وهذه خاصة من الحلاوات هذه اللي نستعملها لما نلعب فيها على الألعاب أو حتى اللي نستعملها لأن نفتح تطبيقات منه لهذا التليفون الألعاب اللي أنا منزلها على التليفون عندي Dead Trigger 2 Dubdash و Breakneck عندي Ark Survival Fortnite مثل عادة Call of Duty وبوب جي ما أفرجيكم هلأ كل التجربة التي جربتهم نزلت الألعاب بتطبيق اسمه بقدر يعطيني كيف هلأ التطبيقات عم تشتغل عليه للتليفون طبعي ثلاث تلبيعون ما يشير مثل عادة بس لهم ما أقدر لقي أنا تطبيق أو اللعبة تمشي علي لهذا التليفون وبقدر تعطيني المية وعشرين فريمز برسكند إن شاء الله لما أقدر لقيها سأعمل لكم فيديو تاني بنعمله بس خصوصيا على الألعاب وهن الألعاب اللي بيمشوا على المية وعشرين فريمز برسكند في لهذا التليفون بس لهم ما أقول لكم أنه خبرتي ما أستعملوا لهذا التليفون لمدة جمعتين ما في مدلو شي بجنة بعد ما استعملوا لهذا التليفون لمدة جمعتين بدي أقل لكم الصراحة كل الشغلات اللي عملوا فيه لهذا التليفون لتجديده من السن الماضي عجبتني على الأخير لدينا الـ IP68 موجود عليه معناته وصحبين نضعه بالماء ونعرف أنه لا يحدث أي شيء ينتزع فيه التليفون بسبب أنه أخذوا الكاميرا اللي كانت تطلع وتنزل الآن بابا عندهم مشكلة أنه يقدر يعطونا الـ IP وحيكوننا 5G بعدة بلاد تانية الآن الشغل الوحيد اللي معنا هي الـ 5G على المليميرا ويف بهال الموديل اللي عندي هون فيه موديل بيعملوا خصوصيا بالـ OnePlus 8 منه للبرو اللي بينبيع منه لـ Verizon ولا حتقدر تجيبوه من شركات التليفون التانية وإذا بدكم يالا التليفون يشتغل مع مليميرا ويف لازم تشتروا واحد منه لـ Verizon غير هيك إذا شابتوه من عند OnePlus الـ Web site منعتجيبوه من دق من عند الـ Amazon كلهم حيمشوا مظبوط بالـ Sub 600 مثلما أنا عم بستعملوا بالـ T-Mobile ومشي مظبوط كتير منيح معي هون خبروني تحت قولولي شو لعيكم فيه لهذا التليفون وشو بتكنياني يركز عليه لهذا التليفون بالفيديوهات التانية اللي بدي نزلكون إياها خاصة فيديو تاني غير التشريج المقارنة بين الـ Wireless و Wireless عليه لهذا التليفون شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا إشتراك وإذا بدكم تستعملوا اللينك تبعي تحت ويتوفروا عليهم المصاري فيكن تستعملوا يأما هيك فيكن تستعملوا اللينك لـ Amazon اللي جيبوا التليفون تغريب منهم أهلا وسهلا وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد